في هذا الفيديو سوف نشارك معك أهم درس على المتوذف عام 2013 ممكن المعلومات اللي قد تسمعون في هذا الفيديو ما معلومات اللي يقدروا يجيوك عاديين اسمعتهم من قبل ولكن كن لا يقين بأن لو كان يكون ضماغاك واحد شوية مفتوح معايا يقدر بأن يبدلو لك بساف دير الحويش في عام 2013 دازو أحداث اللي فتا واحد ما يقدر ينكروم ولا ينساهم ولا يقول بأنهم مدازوش وأهم جديد الأحداث بالنسبة للصعيد الوطني هو الأحداث دير الحوز والحداث اللي واقع في فلسطين دابا الله يرحم الشهداء والله يكون معاهم فهذا جديد الأحداث اللي وقعه أنا شخصيا وقعه ليش يحويج معاهم هو أنني في ذاك الوقت اللي كانوا في هذا الأحداث كنت ما قادرش بأنني ندير لك رئيسون دو كونتونيو ما قادرش حقاش ممكنش الوقت المناسب ما يمكنش بأنني نحط فيديو واسس في واحد الوقت اللي ناس وحدين أخرين مساكن كيدوزوم أوقات اللي هي جد صعبة حتى اللي هنا مزيان غير هو وكان ما يمكن ليش نحط الفيديو واسس في السيمانة اللولى السيمانة الثانية ثالثا جاعة أنا مشيت لشهر شعرين بثلت شهر ما حضرت فيديو بثلت شهر ما حضرت فيديو وللقيت بأن الحاجة الوحيدة التي تقدر بأنها تعرف هذا الشيء الذي قدرته أنا هي التأجيل في هذا الفيديو سأعطيك واحد الخلاصة دي واحد الكتاب الذي تطرس بأنني نقراه بأنني عارف مزيانش أنه هو التأجيل سأعرف واحد تفسير علمي لهذا الشيء والحلول العلمية ديانا والكتاب إذا تريدون أن تقلبوا عليه رسميته Solving the Procrastination Puzzle وهو فاك لغز التأجيل سأسمحوا لي للتأخير سأتمنى بأنكم اضعوا جام اضعوا كومنتر اضعوا الفيديو بحرارة الغوريثم يخدمون معنا ونضعوا الشيء عودة اللي هي زوائنة بسر صافي؟ سترع الله La procrastination هي واحد الفاعل الكثير من أنها غير تأجل حاجة في الوقت لا يوجد علاقة غير بالوقت وصافي ولكن لدي علاقة أكثر بالأحاسيس وأهم إحساس اللي اهدر عليه الكاتب واللي احتى أنا أشتو صراحة والإحساس بالخوف وأنك تقاف بأنك تدر واحد الحاجة دابا اللي لا تعطيش نتيجة ديالين كيف لم تكن يبغي بسبب الpreparation على سبيل المثال للناس اللي عندهم من الامتحانات يأجلوا هذه المتحانات لا يوجد لديه خوف بأنه دابا حاليا لو كان يبغي بزيال الامتحانات يقدر ما يجيب نقطة مزيانة كيف قديمة الخوف من المجهول لا تعرف كيف كان لا تعرف كيف يخبي لك الوقت وخاكك دماغ ديالك يلعب عليك بزيان بالحاجة ديال الخوف فهذه بالنسبة للإزامات الحاجة الثانية هي أن الدماغ ديالنا لكي نكونوا متافقين أنا ديما كنظر على شيء حاجة اللي عندها علاقة بالدماغ ديالنا كيف كيف فكر ديما كنقول لك أنت وعقلك أنا أعتبر لكم جوجة ديال الأشخاص في الإسلام رأنا النفس الأمارة بالسوء في علم النفس الواعي مهم لديك الكثير من التفاصيل ولكن ما أعلننا المهمة لك أنت وضماغك ضماغك هو واحد الحاجة اللي هي أدكى منك غريبة تقول لها كيف فكر أنا وضماغي واحد لا ضماغك ديالك شي شوية قاش ضماغك ديما ممكن حاول ما أمكان بأنه لا يجعلك شيء لا يعطيك واحد أو واحد الإشباء لرغبة دياله واحد الشكل اللي هو آني على سبيل المثال أنا شد هدل ناكل ديالك جسم ديالي غيوصل لواحد شوية ديالسكر ديالي غيأجبو الحال فمزيان هذي واحد الحاجة اللي مكلب بأنني وخدكن على الطبلغة غمشي غنهزة وغمجيبون قشرة ونناكلة دماغي ما غيعقش عليها ولكن دماغي قدر يعقز بأنه ينضي شد واحد تكتاب من تماما ويقراه باش نبريب على به لواحد الامتحان اللي عنده ديالتشهور حيشاج الدماغ ديالي فدبا انت عرفتي شنو الإشكال وانت عرفتي بأنه عنده سبب متعلق بالخوف والأحاسيس فوش كين الحل بين سور كين الحل وكين مجموع عمل الحلول اول حاجة خدا عرفش ما هو السبب اللي كي تديلك تسويف واش بسبب الخوف ولا حقاش كده حصلت راسك بأنك انت ماشي مدير لذلك الشي مسلا لك القرايا وانا ما مديرش للقرايا فعلا لك شي غمق نأجل ولا يقدر يكون غير المالل حقاش كي يجيك المالل وانتك تقرأ فش غد عرفش انه هو السبب عدك ساعة سندوزو شنو نديره معه وهي النقطة الثانية النقطة الثانية هي الوعي الداتي الوعي الداتي هو كل ما يكون عندك شي حاجة وانت بغي تأجلى حاول ما امكان بأنك تكلس وخبش تدير هدك الساعة غير قلس وحاول تفهم علش دماغك بأنك تأجلى علش قلق بأنك تدير هادي ومديرش هادي غير كتباء ما اسيدي ما تبريباريش دكساعة وانت بغي تاناليزيش انه هو المعنى هذه التسويف ما تبريباري ما تقدم ما تديرتها غير فش يقول لك بأنك دماغك بلص ما تقرأ تفارش فلماتش قدلسو شد ورقة وستيلو وكسب بأن دماغي قللي تفارش فلماتش حسن بأنك تقرأ لماذا؟ واش حقاش فلماتش دير الكورة كينموتك أكثر من القراية ولا مهم حاول ما امكان بأنك تلقى شي تبصير منك لراسك حسن لو كنت تفهم الأعضار اللي دماغك يعطيهم لك قد عرف كيف تتعامل معهم وهذا الشي اللي غي تضينا النقطة الثالثة كيفما الدماغ ديرك قلنا بأنك دكي بزاف حتى انت يمكن لك بأنك دكي كثير من الدماغ ديرك ودعرف كيف تتعامل معه وعلى الأقل تحاول غير كيف تبطلو لنظرة دياله لذلك شي اللي خاصك تدير لذلك المهمة اللي عندك لكن هو نظرة دياله بأن هذه القراية حاجة اللي هي متعبة ومملة وما صدقاش وانت أصلا فاش انت غسك دراف كيف تتعامل معه كيفاش دوصل له الفكرة بأن ذلك الشي اللي غي تديره انت راه موهم احيان ضماغ ديالنك يبين بأن ذلك الشي اللي بغي نديره بواحد حاجة اللي هي كبيرة بزاف وقد عينة ومملة كيفما قلنا فانت غد حاول تشراح ضماغك بأن لا راه ذلك الشي وخي يقدر يكون كائي وممكن بأنه يكون مملة بزاف ولكن ذلك الشي اللي غي يقدر بأنه يطورنا حسن تقول له ضماغي اللي بغي تضربوا حتى شكولاتة دابة باش تكون فرحان رأي لو كانت تقرأ معايا وشي حاجة نحن نقدر نعطاك شي حاجة محسن ربما نقدر نعطاك أكثر من شكولاتة النقطة الثالثة هي فينا غي بدأت تغيير هي أن خسك تشراح ضماغك بينك وبين راسك عندك تضرب جهة باري يسمعك الناس يحسب لهم بأنك تحمق وصلوا بأنك شي اللي بغي تديروك ليس متعب ومميل وصافي لا رايقدر يكون متعب ومميل وما فيه ما يتشاف ولكن هاتشي يعاونك بأنك تطوار من حياتك تطوار من ذاتك تطوار من المهارات ديالك وبين راب ضروري بأنك تديرو دابة وخسك تشرح له بأنك لديك واحد المهمة اللي خاصتك تديرها على سبيل الميسر بأنك تبريباري الامتيحان بانه لو كانت تبريباريها دابة ليس يلو كانت تخلي حتى السيمنة الأخرى لديك واحد المتحان ومتخايف شرح له تقول له هاتشي بأنك ترى سوف نقرأ أحد المهارات كبيرة على سبيل المثال أو سوف نقرأ أحد المهمة كبيرة سوف نقسمها غير شوية بشوية على سبيل المثال سوف نقلب على الموضوع سوف نكتب السكريبت سوف نصور الضوء سوف نقلط الصوت سوف نقلط الإضاءة سوف نقلط فيديو ونقلط التطير يمكنني من خلال التطير سوف نقالط спорт ونقلط م��ازم سوف نقلط صوت سوف نقلط فيديو سوف نقلط الكبيرة سوف نقوم بسكريبت قليلا من بعد نقض الإضاءة من بعد نطلق كاميرا من بعد نصور ونشاء الله من بعد نصور نقوم بعمل المونتج ونضع الفيديو فكتقسم له هذه المهمة كبيرة التي ستبدأ بأنها متعبة بثائف حواجة لهم صغارين وكل ما يدر شيئا أعطي شيئا شكولاتة أو أعطيه الذي أريد أن تتعرف في الراسك بينك وبين دماغك أريد أن تفهم معك تفابور أعطيه بالأطرش انتقائية 16 وهذا ما نقول لك في النقطة الثالثة يمكن أن يأتيك في فترة وصافيها تسالي وهذا من الأحسن هو أن ندوز النقطة الرابعة التي ستكون أهم كثيرا لأنك تغيير في نهار جيدا ولكن لا يمكن خاصة الاستمرارية لا يمكن أن تكون الاستمرارية والذي تستطيع أن تأتيك عبيطة جدا هي أن تكسب ذلك أن تشد واحد تفيصر وتكتب فيه تلك اليوميات أقلت على اليوميات التي كانت في حال هذه الناس القدامين سأقولون لهم عندما تكتبوا دي نوت تشد واحد تفيصر تكتب نهار فقط الصباح ودرس هادي وهادي وهادي مع الغداء درس هادي وهادي وقريس هادي وهادي تلقيس هادي وهادي تشد واحد تفيصر جدا يكون مأنسك أو غير في التليفون وشي أبليكاسيون تكتب اليوميات ديالك تكتب كلما تحاول تقرأه سأعجبهاك الحال سأقول لها قوميب هذا نهار سأقوم بشيء ما يزوينا سأعجبه الحال يقول لها أنا قدرت نحقق شي حاجة دابا فأجي نجربه غداء أو ثاني ندروا حاجة واحدة أخرى كل نهار سأقوم بكتب بذلك الشيء اللي نتدرس يعاونك بأن حتى غداء تعاودوا ومن بعد أنه سأعاودوا وهذا الشيء اللي سيجعلك بأنك تربي العادات وبناء العادات هي واحد الحاجة اللي مهمة بثاف ويمكننا نضروا عليها إذا أردتوا وخليه عليه في التعليق سألقوا بأن العادة والاستمرارية أهم من أنك تدروا حاجة دابا ونجح فيها من بعد ذلك الشيء اللي هو زوين حسل دابا لو كانت تدروا حد هنا رغضيجها مزيانة ونجزوا واحد نقطة واحدة أخرى هو أنك كيف أجتبت للعادات اللي هم خيبين بعادات اللي هم مزيانين انت جبت لي عادات اللي هم زوينين دابا انت رجعت هي يقدر ذلك شيء وقد تقصم المهام وقد تكتبوهم في الدفتر وكيأجبك ولكن سيكون من الأحسان بأن حسلوك أن يكونوا عادات اللي هم خيبين في حياتك حاول ما أمكن بأنك تأكارتهم تحيدهم بلية حيضة وعوضة بوحد الحاجة اللي هي زوينة كان عندك غير البربارات ورجعتك تبريباري حاجة اللي هي زوينة تسيد معها وحد الحاجة اللي هي زوينة تعلمشي لغة خراشي مجال جديد تعلمشي مهارة اللي هي زوينة وهذا الشيء غدلق له الوقت غير بأنك تحيد وحد الحاجة اللي كانت مصرحة لتشي حاجة على سبيل المثل أنك تسكرولي في انستغرام لتلسة الساعات حيض بلنا واحد الساعتين تدير لواحد المهارة اللي هي جديدة وستكرولي غير ساعة قد بدلوا واحد الحاجة بحاجة واحدة اخرى هات الشيء غد قولي فين هيقدر يعاوني في تسويف هات الشيء ما غير يعاونكش بأنك تحييت تسويف ولكن غير يعاون بأن الدماغ ديلك يرجاع يخدم معك بوحد طريقة اللي هي زوينة ودماغك اللي يبقي أنبك من البعد في حالة ما لو كانت بقنطة تحاول ما أمكن بأنك نازل لأ شي حاجة ولا تأجل شي حاجة دماغك يقول لك اه نوضا الشريف رواقيلة خاصنا ندروا شي حاجة اللي هي مزيانة فماذا اللي دماغي أنا باش نصور لك هذا الفيديو والحاجة السادسة والأهم هي أنك حاول ما أمكن تدير الف جهدك كامل تفرح براسك لو كانت تدير شي حاجة اللي هي زوينة داك اللوتو يكومبونس شي حاجة اللي هي زوينة بساف ما تسناش بأن الناس يجوا عندك ويقول لك تبارك الله عليك وزوينة مزيان أن ذاك شي يكون مزيان أنا براسي فاجت تلقاني كنت أدرك ريسونة كنت قرأت علاقات لي وما زوينين ولا الناس كيدروا جام ولا كيبارتاجي ولا كيبارتاجي ولا كيف يفرح ولكن ما تخليش يكون هو لا سوقس الوحيدة ديالك بأنك تكون فرحان حقاش هذيك الناس اللي ستقطع ما تقدرش تكمل أنا النهار اللي غنحط لفيديو وعرف بأن هذا الفيديو فاجت غنحطه ما يلقاش واحد تسيكسي لي هو كبير لأقل في الأيام الأولى عرف بأن ما يمكن ليش بأنني نعتمد غير على الناس اللي غايجي ويثريه عليها ويقول لي شكرا رالو كان أنا ما نفرح براسي وغنحط لفيديو وانا فخور به رالو ما قدرش نكمل فعل ذاك الشي حاول ما أمكان بأنك تحتفل بأي إنجاز صغير درتك كيف بما بغي يكون ومهما كان هذا الشي صغير ومهما كان بأنها بسيط ومهما كان بأنك يبلك بأن ما صرحت تشي حاجة قولها وفرح براسك إذا كنت قد عرف براسك أنت وحد الإنسان اللي ديما كي أجل ذلك كيف بما بغي يكون قد أجله وكان صغير ولا كبير حاول ما أمكان بأنك في الأولى فاشتد حاول تحاول تحاول هذه العدلة اللي هي خيبة حاول ما أمكان بأنك تبدأ شوية بشوية لا تبدأش بالجهد مدعطاش الجهد كامل في الأول مزيان بأنك تكون موتيفة ومزيان بأنك تكون بغي تضبطل من راسك ومزيان ولكن سيغير شوية بشوية حقاش شوف هذا الشي دير في حال الناس اللي كيدلوا المسكولاسيون نهار للأول وكنت مشي وبدأ نيشان بالبرة ودعمار فيها 20 كيلو 20 كيلو وبدأت ضرب الصدر وقد تصبح مفرشخ ما تقدر تمشي للأصل ولا تشي حاجة ولكن لو كانت مشي للأصل وبدأ الوانطران موغر شوية بشوية وبدأ شوية ديالتسخينة تبدأ غير ببرة خاوية تقدر مرة مرة خمسة كيلو السمينة الثانية تقدر عشرة كيلو الشهر الثانية تقدر عشرين كيلو وانت قدر شوية بشوية وقدر بأنك تسير معها أما لو كانت تبدأ كل شي دقة واحدة بواحد جدلية كبير ستضع طمغة راسك ممكن بأن يكونوا كنديس اكسبسيون ولكن من الأحسن بأن حاول ما أمكان بأنك تقدر ذلك اللي شوية بشوية نقيطة بنقيطة نحن ما نقول لك شو تبدل بين الليلاتين وضحاها غير شوية بشوية حقا شو هذه العادات اللي هما خيبين ربما واحد العادات اللي يجيو بتراكمات دي سنوات وسنوات ربما شي بين اللي تنوضحاها رجعت انتوا وحد إنسان اللي هو أجل و الو قدر شوية بشوية خيبة لك شو تراكمات لا يمكنك شيء بأنك تحييي تراكمات كاملين لا يمكنك شيء بأن تقومها فالإنسان تريد أن يكون عاو ثانية عقلاني من ديوع لي و جيوع لي تأخذ حاجات براسك وتحمل رأسك واحدة المسؤولية اللي هي كبيرة يعني تدري واحدة مهمة اللي هي صعيبة فنهار واحد وما تقدر تنجح فيها وتقول واش شيء وهنا جربت ولكن ما أصدقتش لا سينا غير دوغا دوغا دريجة بدريجة الحسن البصري رحمه الله كان قال واحدة الجملة اللي هي زوينة قالك إياك والتسويف فإنك بيومك ولسه بغدك فإن يكن لك غد فكون في غد كما كنت في اليوم وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فردت في اليوم صراحة العبارة هو أن الإنسان ما عارش رسولوش خيبقى من هاد نهار لغدى فهذاك الشي اللي عندك نتبغي تديره في حياتك مهما كان صغير حاول ما أمكان بأنك تديره هاد نهار وحاول بأنه غدى تدركي مدرتي هاد نهار بأنك تدير ذك شي اللي خصو يدار في هاد نهار تواحد ما دامر رسول بأنه غيكون تلغدى فشكي يكون بأن تواحد ما دامر رسول تلغدى كيعنيش بأن الناس اللي غيكون عندهم امتيحانة تقول لك وانا باش دعون لغم قتل غدى بلا وانبريباري هاد نهار لانت عندك واحد الأمانة الله عز وجل جابك لهذا الكون يحتاج عندك واحد الأمانة وسوف تسأل لأي دقيقة دوسيها وضيعتها سوف تسأل يعني كون العيق فحاول ما أمكان بأنك تبدل وحاول تصبرع لهذاك المصار ديل التغيير حقش هو واحد المصار اللي ماشي سهل مصار اللي هو صعيب ولكن ماشي مستحي ممكن بأنه يجي شوية ديل العازمة وبالزاف ديل المطابرة وبالزاف ديل الإرادة وبالزاف من توفيق من الله الله عز وجل إلا شافك بأنك بغي تدير لحضة تغيير اللي هو وزوين في حياتك ولا يقين بأنك يعطيك الطاقة الكافية بجدير ذلك التغيير